السلام عليكم اهلا بكم معاكم كريم ناس كتيرة محترى تجيب تلفونات بضمان دولي ولا بضمان نحن والحيرة الاكبر لما بتروح للمحل يقولك لعد ما تاخدش ده ده صنع في مصر هليك احسان فليب ضمان دولي فلو انت مهتم بشراق تلفون جديد الفيديو ده هيكون مفيد جدا ليك خلينا الاول نجاوب على سؤال مهم جدا هي الشركة بتديك ضمان ليه اصلا او انت ممكن تحتاج الدمان ده في ايه الهاتف عبارة عن قطعة بتتركب في بعضها وكل قطعة لها خط انتاج منفصل بيها واوقات كتيرة بيكون من مصانع مختلفة كل قطعة من دول وكل خط انتاج من ده ليه نسبة تالف او نسبة ان القطعة يكون فيها مشكلة او عيب صناعة عيب معالج عيب سماعة عيب في الشاشة عيب في فلاتة الشاشة عيب في كبل الشاشة نفسه او عيب في البرد القطعة دي بتتجمع وتوصلك كمنتج نهائي وعشان جزئية القطعة اللي ممكن يظهر فيها مشكلة الشركة اكيد عارفة بالمشكلة دي وبتسميها عيب صناعة وبتديلها الضمان سنة على عيوب الصناعة دي وطبعا الشركات بتبقى عارفة الموبايلات لها لما بتنزل بيبقى فيها مثلا مشكلة او عيب او اللي بتظهر فيها عيوب كتير وبيبقى فيه فكرة عن الموبايلات دي في التوكلات او الضمان ولان في عيوب بتظهر وقتي اول ما تفتح الموبايل او على فترة شهر مثلا وفي عيوب تانية بتظهر بعد سنة من الاستخدام وهنا بتيجي الاهمية الحقيقية للضمان المشكلة الحقيقية اللي ممكن تواجهها ان انت العيب ما يبقاش ببارز او واضح او العيب بيظهر بشكل عشوائي مش بانتظام زي مثلا ان الصوت يفصل منه وهنا حضرتك بتلجأ للضمان علشان تبدلهم التليفون يكشفوا عليه بيحطوه على جهاز ويشوفوا المشكلة فين بالصف ولو المشكلة دي ما ظهرتش على الجهاز بيرجحهم للعيب سوفت وير ويعملوله سوفت وير او ان هما يعملوله اعادة ضبط مصنع ويقول لك الجهاز سليم يا باشا اتعالى ستبني بالتالي صاحب الجهاز بيكتشف ان العيب لسه موجود وان المشكلة لسه موجودة وبيرجع له وهنا بقى في الغالب بتقابل تلات انواع من الموظفين او فنيين السيام رقم واحد هو ابن الشركة اللي بيخاف جدا على مصلحة الشركة ومخلص لها ويقولك الجهاز ده يعمل بكفاءة مية في المية ويعمله بقى عدد ضبط مصنع تانى او يعمله سوفت ويرتانى حتى لو المشكلة ظهرت قدامه ممكن يتجعلها لان هو ابن الشركة رقم اتنين بقى هو الفني الكسور الاجهزة بتجيله مش بيجربها اصف ولا بيتأكد من العيب هو يدوبك بيعمل ريتست للجهاز وخلص ما لقاش عيوب بيقولك الجهاز كفاءة ومية مية واقلب وقت اللي بعد رقم ثلاثة بقى هو اللي نادر شوية وهو اللي بيفحص الجهاز ويتأكد فعلا المشكلة موجودة ولا لا ويكتب تقرير ده وهنا يجي دورك كمستخدم ان انت هتوضح العيب او المشكلة اللي في الموبايل قدام الموظف اللي هو بيستلم منك الجهاز ويتخليه يكتب لك ان هو شاف المشكلة اسناء فحص الجهاز يكتبها لك يعني في تقرير استلام الموبايل او انك تصور المشكلة في فيديو وده هنيجي ليه بعدين لانا هيكون مفيد في حاجة تاني بالتالي اختصارا لكل ده الضمان المحلي بيفيدك ان انت لو في عيب مثلا كمثال في نسبة 10% ان في موبايل يطلع فيه مشكلة ده لو فكرة ان العيب صار واضح كده اما لو مش ظاهر بقى فانت هتاخد الفيديو اللي انت صورته للعيب وتروح على حماية المستهلك املا في ان انت تلاقي الحال عنده طبعا في حال ان الضمان اتنكر للمشكلة او قالك مفيش مشكلة في الجهاز طيب بالنسبة بقى اللي بيقول عليه الضمان دوي دي اجهزة غير ضمان المحل اللي بيشتريها من بره ويجيبها على مسؤوليتك ويدي لك ضمان 15 يوم او في بعض المحلات بيدي لك شهر لو المحل اللي انت اشترت منه محترم هيأمن لك ان انت لو في عيب ظهر من العيوب القريبة اللي هي فترتها قصيرة بتحصل بدري بدري هيأمن لك ان انت تغير الجهاز او يدي لك الفلوس بس اللي لازم تفهمه ان ده مش هيكون السهل لان المحلة هيكون بمثابة ان هو يخلص من تهمة انت بترجع عليه تاني بالتالي ان ييجي الفكرة تفضيل الضمان الدولي لازم يكون السعر الموبايل اللي هو او الهاتف اللي هو بضمان دولي لازم يكون فيه فرق كبير في السعر ما بينه وما بين اللي بضمان محلي لان الاسعار برا بيكون ارخص بكتير من اللي في مصر فلو ما لقيتش فرق سعر محترم ما بين اللي بضمان دولي واللي بضمان محلي انا شخصيا انصحك ان انت تشتري اللي بضمان محلي فرق السعر ده المفروض يكون يعني حاجة محترمة بالنسبة لك انت كمستهلك لان انت اللي هتتحمل مخاطر لو حصل في عيب في المشكلة او عيب صناعة موجود في جهازة المشاكل اللي هي بتظهر بعدين فلو ظهر المشكلة على المدى الطويل انت اللي هتشيلها كمستهلك انت اللي هتتحمل تكلفة تصليح التريفل فما تخليش حد يستخفلك في النقطة ودلوقتي في بعض التوكيلات بتقولك ان انت لو جالك جهاز دولي من برا وانت حابب تعمله صيانة في الضمان في بعض الشركات زي ريلمي بتقولك ماشي اوكي انا هتحمل ان انا هعمل لك صيانة لي بس انت اللي هتتحمل تكلفة القطع الغار والصيانة ده يعني مش الاجهزة الدولية هتبقى بضمان محلي لحد وقت عمل الفيديو ده ما عرفش قدامها تبقى عن موضوع ماشي ازاي ولازم برضو تبقى عارف ان مهما كانت الشركة ليها اعتمادية عالية جدا زي قبل مثلا فيه نسبه برضو ان يطلع جهاز فيه مشكلة او عيب صناعة كمثال واحد من مصدقائك مع الايفون 12 بعد حوالي 9 شهور تقريبا الجهاز ضرب منه برضا وبمناسبة الايفون فيه محلات شغالة فيه بيع الايفون مش بيقولك الجهاز ضمان دولي ولا محاجد لان الايفون اللي هو بيبقى جاي مباره لحد اللحظت عمل الفيديو ده تقدر تعمله صيانة عادي في التوكيل جو والضمان وفرق السعر بقى التليفون الجاي مباره والتليفون اللي هو جايبه من الموزع المحتملات المحل طبعا بيحطه في جيبه ويقولك الجهاز ده ضمان سنة عن طريق ان انت تجيب له الموبايل في المحل وهو يروح به التوكيل او انت تروح به التوكيل بنفسك بالنسبة بقى لفكرة الصنع في مصر دلوقتي اي شركة بتصنع في مصر الموبايلات سواء بقى شركة سامسونج مثلا او ريلمي هي مش بيتخرج لك التليفون كأنه هو صنع بقى يادي مصري هو كل حاجة بتبقى تحت اشراف الشركات نفسها بمعنى انه هو ممكن ما يكتب لكش ميد ان ايجيب تكتب لك ميد باي سامسونج او ميد باي ريلمي وهكذا لان في معايير جودة الشركات دي بتبقى حطها جوه مصنعها فالمصنع اللي هيطلع التليفون من فيتنام مثلا يبه هو هو نفس التليفون اللي طالع من ايجيب فما تخليش حد يضحك عليك في النقطة دلوقتي احنا شايفين تكيفات كتيرة وتقريبا اغلب التلفزيونات ميد ان ايجيب وخب بالك برضو ان انت لو لقيت في التليفون مثلا عيب تقفيل او ظهر التليفون بيلوق منك ده عيب من الشركة نفسها مش عيب ان المصنع مثلا الاياد اللي فيه مش مهارة هي الفكرة كلها ان التليفون بيتجمع جوه مصر بالتالي لو انت حطيت مقارنة ما بين انت تجيب ضمان دولي وضمان محلي لو فرق السعر مش كبير قوي فانا اختار طبعا الضمان المحلي حتى لو كان ميد ان ايجيب بس ده كان الفيديو بتاعنا لو عجبك الفيديو ده بقى ننساش تدوس لو شير الفيديو عشان نقدر نوصل لعدة اكبر من الناس ولو عجبك المحتوى بتاع ننساش تشترك في القناة اضفع على الجرس عشان ما يفتكش اي فيديو والله وبتابعوني على الفيسبوك اعملوا لايك وفولوا الصفحة سلام عليك